هنتناول إن شاء الله جزء جديد ومهم جداً بعنوان أبعاد الكميات الفيزيائية Dimensions of Physical Quantity طبعاً في الفيزياء وكافة العلوم الأخرى بيعرف التحليل البعضي على أنه عملية التحقق من العلاقات بين الكميات الفيزيائية بإزاي باستحديد أبعادها عشان أتحقق أنا من علاقة بين كميات فيزيائية مختلفة أنا عن طريق الأبعاد أقدر أتحقق من هذه الألاقة طبعاً تحليل الأبعاد بيسموه Dimension Analysis بيستخدم في التأكد من صحة المعادلات والعلاقات الرياضية المشتقة في الفيزياء بطريقة إزاي؟ يجب أن تكون وحد الطرف الأيمن للمعادلة يجب أن تساوي الطرف الأيسر للمعادلة وإلا فإن المعادلة غير صحيحة إذن هي الأداة لمعرفة وسياغة القوانين الرياضية وأتحقق من صحتها ومعرفة وحدة قياسها أنا عايز أتأكد من صحة القانون أستخدم تحليل أبعاد عايز أعرف وحدة القياس أستخدم تحليل أبعاد بعد مثلاً البعد أولاً البعد لازم يكتب بطريقة معينة بعد أي كمية فيزيائية بيحدد طبيعة هذه الكمية فيما إذا كانت كتلة يعني ماس أو طول لينث أو تايم لو خدنا مثلاً الكتلة أو خدنا الطول أو خدنا التايم لو بصينا على الكلمات الثلاثة دولة بالغلية الإنجليزية مثلاً الطول لينث يبقى ناخد الأل بعد الطول الكتلة ماس ناخد الأم هو بعد الكتلة شوف أنا أخذ الحرف الأول الحرف الكابتل الأول وثم التايم ناخد التايم وبعدين يكتب بهذه الطريقة شوف القصين دولة قصين مربعين نحط الأل بين قصين مربعين وحط تي بين قصين مربعين طبعاً أحنا عرفنا بكذا أن هناك نوعين من الكميات الفيزيائية أحدهم أساسي والآخر مشتق كذلك في نوعين من الأبعاد أساسي ومشتق فالبعاد الأساسية مبنية على كميات الميكانيكية الأساسية اللي يقولنا عليها الكتلة والطول والزمن وبالتالي الأل هو بعد الطول الأم هو بعد مين؟ الكتلة التي هو بعد الزمن شوف مكتوبة طريقة إزاي حرف كابتل بين قصين مربعين حرف كابتل بين قصين مربعين أما الأبعاد المشتقة فهي المعبر عنها بدلات كميات الأساسية مرفوعة على قوة اختبار صحة القوانين أول حاجة هنعرف إزاي هنستخدم الأبعاد أو التحليل البعدي في الفيزياء لإزبات صحة أي معادلة عشان نسبة صحة أي معادلة يجب أن تكون أبعاد الطرف الأيسر تساوي أبعاد الطرف الأيمن مثلا البندول البسيط البندول ده تي تساوي 2 باي جزر الأل على جيه ده عبارة عن معادة البندول البسيط لها طرف أيسر اللي هو التي اللي هو الزمن الطرف الأيمن عبارة عنه عبارة عن 2 باي وده ليس لها بعد أي مقادير سابتة ما لهاش بعد 2 باي مقدر سابت لأن الباي تاتة 14 ممية في 2 6 28 ممية ليس لها بعد يبقى احنا بنركز عليه بنركز فقط على الكيميات الفيزيائية التي لها بعد زي الزمن وزي الال اللي هو الطول وزي الجي اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية هنعملها ازاي اهو طريقة دي إذا كتبنا معادة أبعاد لهذا القانون فنعتبر 2 باي عدد لا يعتمد على أي من أحداث الأساسية وعلى ذلك فليس له وجود في معادة أبعاد خلاص أبعاد الطرف الأيمن هي ايه الطرف الأيسر خلاص الطرف الأيسر يبرفنا أنه له تي بعد اهو ده بعد الطرف مين الأيسر هنركز على الطرف الأيمن الطرف الأيمن L على G بعد ال L هو L ال L ده مسافة بعدها L طيب وال G ال G تسارع وحدثه ايه متر الكل ثانية تربيع لما اكتبك أبعاد المتر هو L اهو وثانية تربيع يبقى تي سكوير اهي يبقى يجي لما نجي نكتبها نكتب L اهي اللي فوق اهي على L اللي هي دي تطلع دي فوق تبقى T-2 يبقى L T-2 ده مع ده نقتصره يبقى فاضل معانا بس واحد على T-2 تطلع T-2 وفوق تطلع T-2 موجب اتنين اهي موجب اتنين موجب لا تكتب جزة T وتربيع بT يبقى ازا ابعاد الطرف الأيسر هي نفس ابعاد الطرف الأيمن هي نفس وبعاد الطرف الأيسر يبقى المعادلة صحيح يبقى المعادلة ايه المعادلة صحيح ناخد بعض التمارين وتمارين يعني هاي التمارين مهمة جدا طبعا التمارين كل ما احنا ما بنستخدم التمارين اكتر كل ما كانت افضل عشان تثبت عندينا المعلومة التمارين عندنا بتقول star زي كده تمرين الميكرو ميتر مايكرو ميتر مايكرو ميتر بيسمى الميكرون اللي هو مايكرو ميتر علامته هي تستخدم زي كده العلامة بتاعته مايكرو ميتر كم ميكرون في الكيلو متر الواحد كم ميكرون في الكيلو متر الواحد نحفظ بس السؤال كده نحطه في ذهننا عشان نبع كده لما يجي نجاوب هنجاوب ازاي ما هو وما هو جزء السنتيميتر الذي يساوي المايكرومتر اهو يعني كام سنتي في المايكرومتر وكام ميكروم في الكيلومتر هناخدنا هنفتح صفحة جريدة كده هنوجد المسألة ثانية سنتيميتر والمايكرومتر اهو الواحد مايكرومتر والسنتيميتر العلاقة بينهم العلاقة بينهم انا قلت الواحد مايكرومتر عاشق سالب ستة متر طب العلاقة بين المتر والسنتر الواحد متر عاشق سموجة باتنين سنتيمتر. يبقى الواحد سنتيمتر كم من المتر? عشرة وسالب اتنين من المتر. يبقى انا هشل دي كده ادي المتر اهو. اه? وحطي خليبته من هنا. يبقى واحد مايكروميتر عشرة وسالب ستة. واشيل المتر وحطه ده. اهو واحد متر. عشرة سموجة باتنين. سموجة عها طول معرفناها. يبقى عشرة سالب اربعة سنتيمتر. يعني كم? يعني واحد من عشر تلاف من السنتيمتر. ده الواحد مايكروميتر. يبقى الواحد مايكروميتر عشرة سالب اربعة من السنتيمتر او الواحد سنتيمتر كم مايكرو? عشرة سموجة باربعة مايكروميتر. يعني عشرة تلاف مايكرو. عشرة الاف ايه? مايكرو متر. تمام? مسألة تانية. مسألة تانية بتقول عبر عن سرعة الضوء اللي هي تلاتة في عشرة ثمانية متر لكل ثانية معروف سرعة الضوء عشرة تلاتة في عشرة ثمانية بالملي بالملي ميتر لكل مايكرو ثانية نحلها ازاي مسألة زي كده اه في بعض الناس انا شايف ان انا بتفكر صح بتقول سي سرعة الضوء اعلى سرعة في الطبيعة وبالتالي سموها سموها سي عضوء الثلاثة في عشرة ثمانية متر لكل ثانية عايز يعبر عنها هي بالملي متر لكل مايكرو ثانية اهو انا سامع بعض الناس تقول والله انا هشوف العلاقة بين المتر وبعد والملي متر ايه العلاقة بين التنين الواحد متر عشرة السموجة بتلاتة ملي متر طبعا ليه بقى لان الواحد متر مئة سنتي والسنتي كم ملي عشرة ملي يبقى عشرة في مئة بالف اهي الف والمايكرو ثانية واحد ثانية عشرة سالب ستة مايكرو سكن ابتدي بقى اعوض انا في المعادلة بتاعتي تلاتة في عشرة ستمانية متر اشيل المتر وحط ملي متر في عشرة السموجة بتلاتة اهي على بالثانية اشيل الثانية وحط مايكرو ثانية اشرا اشرة سالب ستة طبعا هنا السنية اكبر يبقى هنا كده خطأ يبقى عشرة سموجة بسة لان المايكرو ثانية الواحد واحد مايكرو سكن عشرة وسائل بستة مايكرو سстати لان الثانية اكبر منق Yazانية وتابع عشرة وسيضة، لا الثانية عشرة سموجة بستة يبقى ده عشرة سموجة بستة هي تساوي أبتدي اجمع الكلام ده اجمع الآس أدتها 10 أوس ثمانية مضروه في عشر سموجة بتلاتة. ضرب القس الجامعة يبى عشر سموجة زائد ثلاثة. وهنا القسمة بتاعت القس استرحة يبى ماينس ستة يبى ثلاثة تمانية زائد ثلاثة حداشر ماينس ستة يبى ثلاثة في عشر قس خمسة. ايه? ملي متر لكل مايكرو ثانية. ملي متر لكل مايكرو ثانية. وهكذا. شوف المسألة ازاي يعني انت احنا لما لما نضبق المسألة ونحاول ندرب نفسينا على المسائل اكتر من مرة دي حاجة كويسة جدا لان دي طبعا لما ندخل الامتحان احنا خلاص اتدربنا مرة واثنين وثلاثة ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. زي كده ما هو عدد الثواني في السنة الميلادية. السنة الميلادية معروفة. تلتمية خمسة وستين يوم. وخمسة وعشرين من مية من اليوم. هنحلها ازاي? نحلها زي كده برضو. نسأل نفسينا. هو بيقول ما هو عدد الثواني في السنة الميلادية? اهي? كم? كم يوم? تلتمية خمسة وستين بوينت تو فايف داي. بس هو عايز بالثانية. عايز يحول السنة دي اللي هي تلتمية قمسة وستين. فاصل خمسة وعشرين من مية فاصل خمسة وعشرين. عايز يحول للثواني. اه يبقى بالساوي. تلتمية خمسة وستين بسيطة جدا وسهلة جدا. مسائل البسيطة. احول الدي الى ساعة. بضرف اربعة وعشرين. لان اليوم في اربعة وعشرين ساعة. وبعدين احول الساعة الى دقائق في ستين. ثم احول الدقائق الى ثواني في ستين في ستين. اضرابهم هيدين رقم كبير جدا. الرقم الكبير ده يعني اه اه لما انا احصل عليه ممكن انا استخدم الالة الحاسبة في حساب هذا الرقم. تمام? انا هستخدم الالة الحاسبة هي بتاعتي. اي تلاتة ستة خمسة فاصل اتنين خمسة مضروبة في كام? فاربعة وعشرين مضروبة في ستين مضروبة في ستين. تساوي كام? تساوي الرقم ده اهو واحد وتلاتين وبعدين خمسة خمسة سبعة ده مش فاصل ده معناها رقم جنبية وبعدين ستمية. الله رقم برضو كبير. او ممكن اكتبه ازاي? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة. يبقى تلاتة في عشرة اصي سبعة سكند. ده عبارة عن عبارة عن المسألة بتاعتها. ونستكمل يعني نتوقف عند هذا الجزء ونستكمل في الجزء القادم اتركوا في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة